السلام عليكم شيء مؤسف جدا انه احنا لما نكون ننتظر مباراة قمة مثل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي صارنا اشهر من ننتظر هاي القمة انه تنتهي المباراة ويكون شغلنا الشاغل هو التحكيم نتكلم عن التحكيم شيء بينتقد التحكيم شيء بدافع عن التحكيم طبعا انا ما بلوم اي شخص بينتقد او بدافع لانه التحكيم هو جزء مهم من كرة القدم وفي بعض الاحيان هو الاهم هو بيكون حاسم بيكون له دور كبير بتتويج فريق ببطولة او دورة او او الى اخرين ولكن التحكيم انا ما بتكلم عن التحكيم لانه انا مش محلل تحكيم انا محلل ادى ولكن المباراة لا تقتصر فقط على الحالات التحكيمية بل فيها الكثير الكثير من الامور الفنية والتكتكية اللي من الممكن نحكي عنها من الممكن كمان كانت مؤثرة كثير في نتيجة المباراة على الجانب الاخر اليوفي بحقق فوز مهم جدا على الميلان في مباراة الميلان كان افضل بكل شيء من اليوفي وبتستمر علامات الاستفهام على اليوفي والطريقة اللي بفوز فيها اليوفي والطريقة اللي متصدر فيها اليوفي للدوري الايطالي والاخبار الجميلة لعشاق الميلان المستوى الرائع اللي قدموا الميلان اليوم والتغيير اللي راح نتكلم عنه بحلقتنا بالتفصيل لما ندخل بالجزء التكتيكي سكرينشوت تحليل مباريات الليفربول والسيتي واليوفي والميلان هذا هو موضوع حلقتنا اللي بتجيكم بالتعاون مع شبكة ليفربول على تويتر وصفحة اليوفينتوس على تويتر والإنستغرام فخليكم معنا موسيقى 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 ألا وسهلا فيكم من جديد أول شيء ناخد نظر على التشكيل اللي نزل فيه الفريقين يورجن كلاب نزل بالتشكيل بدون أي مفاجأة التشكيل اللي بيعتمد عليه بشكل طبيعي بيب كورديولا نزل بتشكيل شهد العديد من التغييرات أولا برافو مكان المصاب الحارس إيدرسون على الجهة اليسرى تبديل اضطراري أنجلينو مكان مندي أو زيتشينكو لعبين يبدو أنهم مصابين عنهم ما كانوش موجودين بالقائمة أبدا واعتمد على قاندو كان مكان المصاب ديفيد سلفا بالمقدمة طبعا اعتمد على برناندو سلفا على اليسار اعتمد على ستيرلينج تشكيل مرة أخرى بيشهد غياب النجم العربي رياض محرس هذا بالنسبة للتشكيل والأسماء الآن اللي بهمنا هو الأفكار اللي اعتمد عليها كلا المدربين والغريب أنه شفنا اليوم كلا المدربين بيقوموا بتنفيذ أفكارهم على أكمل وجه وهون منشوف أنه كل مدرب أو اللي منستنتجه أنه كل مدرب كان مصر على تنفيذ أفكاره من دون أنه يكون هو صاحب ردة الفعل أو يمشي على بناء على خطة الفريق المنافس وبهاي الحالة لما المدربين يكونوا مصرين على أفكارهم بيكون الحاسم هو الأفكار الأفضل والأنجع واللي بتتماشى مع اللاعبين الموجودين أكثر ومستوى اللاعبين أنفسهم على أرضية الملعب ودور كل لاعب منهم هذا الشي اللي بيكون حاسم لأنه نحن نتكلم عن يورغين كلوب بيبي جورديولا مدربين عندهم أفكار ما أفكارهم ناجحة فريق بأفكار ووصل للصدارة وفريق بأفكار وفاس بلقبين بالدورة وحاليا بطارد ليفربول طيب شو يعني هذا الكلام؟ يعني بسكرينشوت ما قبل المباراة اللي شاهد هذه الحلقة بعرف أنه تكلمنا أن الفريقين بيختلفوا عن بعض في نقطة جدا مهمة ليفربول بيعتمد على الأطراف في هجوم خصوصا للأظهرة هجوميا على أرنولد وروبرتسون ويورغين كلوب بيسعى لمنح مساحة لهاي الأظهرة أنهم يلعبوا فيها ويتقدموا فيها وإذا سنحت هاي المساحة للظاهرين اللي بيمتلكوا نسبة دقة بالتمرير عالية جدا وتمريراتهم رائعة جدا في ظل وجود المشاكل الموجودة في منشستر سيتي منشستر سيتي رح يوقع في مشكلة ومصيبة كبيرة ما بدأتكلم عن الهدف الأول دهتكلم عن الهدف الثالي اللي احنا منشوفه طبعا باللقطة اللي أمامنا نشوف كيف بدأت الهجم ليفربول بيلعب نصف ملعبه ومنشستر سيتي بيعمل ضغط على حامل الكرة هذا اللاعب المشكلة المشكلة بهذه الهجمة أنه احنا منشوف الظهيرين الظهير الأيمن والظهير الأيسر قاموا بواجباتهم على أكمل وجه من دون ضغط نشوف احنا أول شي عنا اللاعب أرنول بسلم الكرة بيأخذ نفس بيكشف أرضية الملعب بيكشف اللاعب البعيد وبرس الكرة طويلة لروبرتسون على الجهة المقابلة هذا النوع من التمريرات طبعا مشكلة انت بتلعب أمام فريق بمارس ضغط عالي لأن الضغط اللي عمله منشستر سيتي بصراحة هو واضح أنه في مشكلة بالضغط احنا منحكي عن أربع لاعبين مقابل اثنين ما في عنا أرنولد ما علي ضغط هاي مشكلة طيب نجي نكمل الصورة ونشوف لوين راحت الكرة بتروح الكرة من طبعا بيكون روبرتسون بتواجد على الجهة اليسرى بهاي المنطقة نشوف المساحة اللي بيمشي فيها روبرتسون هاي مصيبة هاي كارثة حصلت في منشستر سيتي احنا منحكي هي لعبة أظهرة منحكي انه ليفربول بتكمن خطورته بالأظهرة ظهير صحت له غير بركنية أرسلها ركلة حرة مساحة ما في مشكلة ولكن نشوف الظهير بيمشي من منتصف حتى من قبل منتصف الملعب لا مشارف الثلث الأخير من دون وجود أي لعب قادر انه يضغط عليه هاي منحكي انه مصيبة على منشستر سيتي من الممكن نشوف لقطة أوضح اللي هي بإعادة الهدف نشوف الكرة من وين تم إرسالها لروبرتسون هذا هو روبرتسون ونشوف المساحة اللي بيركض فيها روبرتسون هاي مشكلة حصلت في منشستر سيتي لا يمكن تجاوزها هذا الهدف الثاني كان له أهمية كبيرة اوكي الهدف الأول تكلمنا انه مهم جدا واثر وكان نقطة التحول لكن انت كنت تتلقى الهدف الثاني بهذا الاسلوب بيب كورديولا منشستر سيتي بيتحمله مسؤولية الآن على الجهة المقابلة احنا قلنا انه من أفكار بيب كورديولا الآن نرجع لموضوعنا انه المدربين بلعبوا بأفكارهم ووجدوا الطريق مفتوح لتنفيذ أفكارهم المدربين يعني بيب كورديولا قلنا هو ما بيعتمد على الأظهر وتقدم الأظهر خصوصا في بداية المباريات او قبل ما انه جازف ويلعب بمبدأ الغريق لا يخشى البلل الشي اللي شفناه الشوط الثاني ولكن بالشوط الاول بيب كورديولا بيلعب بالمسافة النصفية المساحة النصفية اللي اتكلمنا عنها وقلنا انه كل اللاعبين بيعملوا على توفير هاي المساحة للاعبين الوسط المهاجمين هنا في عنا اول مشكلة اللي هو وجود جاندو جان على الجهة اليسرة ابدا ما كان مؤثر في المساحة النصفية على الرغم انه انجلينو ورحيم ستيرلينغ وفروا هاي المسافة ولكن اللي كان يستفيد منها ايجويرو خلينا نشوف هذا الشيء على الصور وعلى اللقطات اللي امامنا اللقطة الاولى طبعا نشوف الكرة طبعا الكرة يمكن اسف ان الصورة مش واضحة كثير ستيرلينغ وانجلينو موفرين المساحة النصفية اللي اتكلمنا عنها ولكن جاندو جان مش موجود بهاي المساحة هاي مشكلة لو على الجهة المقابلة ديبروين بيستفيد منها لو دافيد سيلفا موجود بيستفيد من هاي المسافة ولكن هذا الشيء استفاد منه اقواره اللي بيطلع له هاي المساحة وبيستفيد من هاي هاي الكرة استلامها اقواره واضعها على باب المرمى نشوف لقطة ثانية ايضا من الشوت الاول النقطة اللي اتكلمنا عنها انه في كثير من الاحيان منشوف احنا الجناح والظهير بيوقفوا على نفس الخط حتى يوفروا المسافة النصفية لديبروين نشوف ديبروين مستفيد من هاي المسافة وموجودة ولكن التنفيذ كان سيء حتى اللقطات اللي استلم فيها ديبروين الكرة وكان مرتاح فيها وارسل الكرات داخل منطقة الجزاء كان التنفيذ داخل منطقة الجزاء سيء جدا من لون بيبي جوارديولا من الممكن بالمسافة اللي شفناها والمساحة بلقطة الهدف الثاني المساحة اللي لروبرتسون ولكن هجوميا وظيفة المدرب شو يعمل انه يحط لك الكرة على باب المرمى يجد لك التنفيذ يعني يجد لك اخطاء الفريق المنافس يشوف لك منافذ حط لك لاعبين يوصل لك كرة منطقة الجزاء وانت تسجل هجوميا المدرب لا يولم يعني على سبيل المثال لقطة روبرتسون اللي ارسلها لو محمد صلاح ما سجلها اضعها من لوم يورجين كلاب لا ما من لوم يورجين كلاب ابدا انت بتلوم اللاعب لا وهكذا حصل باقويرو اليوم اقويرو ابدأ في تضيع الفرص في مباراة من الممكن يكون فيها الفرص قليلة وشحيحة لان وجد عدد كبير من الفرص واضعها ايجويرو بشكل غريب وغريب جدا رحيم ستيرلينج الشوت الاول ايضا اضعها حتى قبل الدقيقة 75 رحيم ستيرلينج كان يبطئ الهجمة يلزم اكثر من لمسة بالتقدم الان هاي هي الافكار العامة ولكن ايضا في افكار كانت هي ردود فعل في المباراة نفسها سكينيشوت ما قبل المباراة قلنا نحنا الشيء اللي بده يا يورجين كلاب هو شغله واحدة يتقدم بهدف ويتراجع ويعتمد على الهجم المرتد وهذا كان له ما اراد طبعا بالشوت الثاني او بالشوت الاول عفوا تقريبا هاي اللقطة كانت بعد تسجيل الهدف الثاني منشوف احنا تحويل الشكل ليفربول بالحالة الدفاعية من 4-3-3 لأربعة خمسة واحد منشوف الادوار اللي بيقوم فيها لاعب نشوف فرمينيو كيف بتراجع مانيه كيف بتراجع محمد صلاح لوحده في المقدمة وخط دفاع بتكون من 4 مدافعين نتكلم عن منظومة دفاعية قوية منظومة دفاعية الشارس اعتمد على ليفربول على رغم انها كانت مخترقة حتى بنهاية المباراة ولكن العامل الفردي هو اعتمد على دفاع منطقة اوكي هو بيعتمد على دفاع منطقة ايضا بالمان بيتومان بالمواجهات الثنائية ليفربول وخصوصا احنا بنحكي عن فندايك لعب دور جدا مهم وبالتالي احنا بنحكي انه يورجيني كلاب اخذ اللي بده ياه من بداية المباراة ايضا من بعض الافكار اللي احنا شفناها يورجيني كلاب بيعتمد عليها نقطة جدا خطيرة اللي هو هندرسون والمسافة اللي خلف انجيلينو هاي المسافة كان دائما هندرسون يضرب انجيلينو فيها في مقتل لانه انجيلينو بادواره الهجومية هو لاعب مميز جدا بادواره الهجومية بالمناسبة للاخوان اللي بيحكوا انه ليش اعتمد على انجيلينو اتكلمت هو اضطرار اعتمد على انجيلينو غان دوغان الممكن انا بشوف انا شفت وقلت بالتشكيل المتوقع للمبراء انه انا بتوقع انه فدن اللي يتواجد فدن افضل هجوميا فدن افضل دفاعيا فدن افضل من غان دوغان على الجهة اليسرة من الممكن كان يعمل حلول مش فقط انه الجهة اليمينة اللي كانت شغالة عند منشستر سيتي في امور اضطرارية ولكن في امور اختيارية ايضا المشكلة الكبيرة اللي هو عدم اشراك رياض محرز اي نعم انه هو بيعتمد يعني بالشوت الثاني خصوصا الشوت اللي احنا كنا نتوقع انه يعتمد على رياض محرز ما اعتمد عليه لماذا؟ لانه بالشوت الثاني اعتمد على وولكر متقدم كثير سالوولكر يتقدم على الجهة اليمين وديبروين يحول على الجهة اليسرة هذا بتكلم انا بالشوت الثاني فاشراك رياض محرز لعب بادوار هجومية على الجهة اليمين حتى برناردو سيلزا احنا شفناه كمان بيلعب على الجهة اليسرى في وقت من الأوقات شفنا برناردو وشفناه راحيم ستيرلينغ ودي بروين بتقدم معهم أنجلينو بيلعبوا على الجهة اليسرى لا استغلال يعني هو بين الجهتين نحن نحكي انه أرنولد ضايف دفاعيا ولكن روبرتسون وأرنولد من أضعف دفاعيا أرنولد أضعف من روبرتسون فكان في استغلال الجهة اليسرى لليفربول وما أشرق رياض محرز ولكن أنا ضد هذا الكلام أنا كنت أشوف أن رياض محرز ضروري تفعيل الجهة اليمنى تشوف حلول من الجهة اليمنى رياض محرز سريع لياقة بدنية أنت في وقت من الأوقات كانت للاياقة البدنية بتفيد أنك أنت تنشط الجهة اليمين بدل ما أنه أنت كل الشغل يكون على الجهة اليسرى أي نعم أنك أنت كنت فعال على الجهة اليسرى حصل اختراق أكثر على الجهة اليسرى في موضوع آخر كمان من الممكن أنت الكرات العرضية اللي كانت تعكس على رأس أنجلينو على رأس وولكر من الممكن رياض محرز بفيد بطول القامة اكثر من انجلينو بفيدك اكثر من وولكر عدم اشراك رياض محرز عليه اليوم اليوم في عليه مئة علامة استفهام فبينيو قدم مستوى رائع بل مذهل معني بادواره الدفعية محمد صلاح اليوم هدوءه صحيح انه احنا اليوم فيرمينيو معني محمد صلاح من الممكن معنفنا عليهم كثير هجوميا لانه كان الفريق يحتمد على الهجمة المرتدة سجل اهداف محمد صلاح اليوم كان هادئ بلعبه ولكن ادوارهم الدفعية كانت جدا مهمة محمد صلاح كنا نشوفه بمنطقة جزاء ليفربول لأكثر من مرة كان يقوم بادوار الدفعية فان دايك لوفرين ارنولد روبرتسون والحارس اللي كان له دور ايضا دور مهم كثير في فوز ليفربول وروع المباراة اليوفو والميلان نبدأ من الميلان قلنا انه الميلان قدم مباراة هي الافضل للميلان امام الفرق الكبيرة هي الافضل والاجمل من ثلاث مواسن تقريبا ولكن بالمباراة السابقة لما وصل بيولي في تحسن بالاداة وهذا الشيء ملحوظ من المباراة الاولى اول شي لو القينا النظرة على التشكيل اللي اعتمد عليه بيولي اليوم طبعا اليوم اعتمد على تشكيل الاربعة ثلاث ثلاث على الورق اكثر شي بهمنا هو خط الوسط خط الوسط اللي عمل مشاكل كثيرة لجيون باولي عمل مشاكل لقاتوزو عمل مشاكل لبيولي في بداية اعتماده على خط وسط غير ثابت اليوم شفنا خط الوسط هو الافضل اللي بيعتمد عليه بيوري اعتمد على باكيتا بن ناصر وكرونيج بن ناصر بأدواره الدفاعية وكانت مهمته هو الضغط على أهم لاعب بمنظومة اليوفي الهجومية والرابط بين خط الوسط وخط الهجوم أو خط الدفاع وخط الهجوم الآن ما بناش نتكلم عن بيرناديسكي وسوق اختياره من ساري والمشاكل اللي بيعملها مش موضوع الآن احنا بنتكلم عن الميلان دفاعيا وواجبات بن ناصر الآن كان أجمل شيء بالميلان هو الدعم اللي بيوصل من خط الوسط كان هوغلو وباكيتا وسوسو كانوا يدعموا الأطراف لأن الأطراف باليوفي قوية كوادرادو اللي كان يتقدم على الجهة اليسرى ساندرو اللي كان يتقدم عن الجهة اليسرى كوادرادو عفوا بتقدم من الجهة اليمنى كريستان رولاندو الموجودة على الجهة اليسرى فكان لابد من وجود زخم وزيادة عددية بالمواجهة وكمان شوية رح نثبت هذا الكلام باللقطات الآن اللي بيشوف الشكل هذا بيحكي الميلان كيف بيهاجم هذا شكل دفاعي وإذا الميلان بديو يهاجم بديو يهاجم بهجمة مرتدة ولكن احنا ما شفنا هذا الكلام شفنا أنه الميلان أغلب هجماته كانت هجوم منظم هجوم رائع هجمة بطيئة مش سريعة ولكن بيقدر يوصل لمرمى اليوم الآن هو الشكل على الورق كان الأربعة ثلاث ثلاث ولكن على أرضية الملعب شفناه هو أكثر شكل هو الأربعة أربعة ثنين سوسو بيرجع لوسط الملعب ويقوم بالأدوار الهجومية اللي بيقوم فيها باكيتا في بعض الأحيان كان يقوم بالأدوار الهجومية اللي بيقوم فيها الظهير كونتي هذا سوسو مع تقدم كالهوغلو على الجهة اليسرى كنا نشوف الشكل هو الأربعة أربعة اثنين الشيء الجميل ومنونفت للنظر هو التوازن اللي كان يعمل اليوم بيولي بين الأظهر بين اليمين واليسار لقطة كثير لفتة نظري هو الثيو هرناندز والأدوار اللي بيقوم فيها هجوميا ودفاعيا إذا اتقدم كنت من الجهة اليمين ثيو هرناندز كيف يحافظ على التوازن حتى الهجم المرتد اليوم ما كانت فعالة على الرغم من الأسماء اللي بيمتلكها اليوفي نشوف اللقطة اللي أمامنا نشرح عليها لقطة هاي من أجمل اللقطات بصراحة اللي شفتها في المباراة اللي بتحكي عن التوازن نشوف ثيو هرناندز على الجهة اليسرى والكرة على الجهة اليمين ثيو هرناندز شايفين من وقفته بيركض للمناطق الأمامية ومن الممكن يتقدم لهاي المنطقة ويصبح هو كخيار لحامل الكرة من الجهة اليسرى في حال انه استمرت الهجمة من الجهة اليمنى ويستقبل الكرة على الجهة اليسرى بيركض مرة واحدة ما شفته ولا هو وقف عمل ستوب هيك لحاله ورجع لانه شاف على الجهة اليمين كونت متقدم من الجهة اليمنى الآن هو عمل توازن وهذا الشيء جميل جدا بالميلان ما شفناه حتى بأول مباراة للميلان مع بيولي برضو ما شفناه اليوم كان فيه تحضير ممتاز جدا من بيولي للمنافس الميلان الشوت الأول وعلى مدار التسعين دقيقة كان الأفضل وبصراحة كان يستحق الفوز إذا ما اتفقناش إنه الميلان يستحق أقل شيء نقطة اليوفي ما بيستحق الفوز ونحكي عن اليوفي أوكي أنا ما بقدر أحكي إنه كأداء سيء ولكن اليوفي مش مرعب الكل بتجرع على اليوفي اليوفي ما بيعمل مشكلة لأي فريق بيلعب أمان وبكل مباريات اللي عبها باستثناء مباراة الإنتر وأتلاتيك ومدريد ما شفنا اليوفي كما إحنا متوقعين نشوفه مع ساري اليوم شفنا بنتاكور بخط الوسط وأنا مع وجوده على حسابي خضيرة لأنه بنتاكور قلنا بريح بيانتش هجوميا ودفاعيا ومباراة الأخيرة أمام لكوموتيف قلنا أنه من المشاكل اليوفي أنه كان اللاعب الموكل بربط الخطوط وربط الدفاع بالوسط والهجوم هو بيانتش لوحده وهذا الشيء أثر على المردود الدفاع لبيانتش ولكن مشكلة اليوفي في المناطق الأمامية التغيير المستمر بالأسماء ليش دائما منشوف أنه بتكمن خطورة باليوفي من اللاعب القادم من الدكة أوكي فيه كثير فرق بتكمن خطورتها بالتبديلات اللي بتعملها وفيه فرق أخذت بطولات وتوجت بألقام بالتبديلات اللي بتعملها طيب ليش ما اللاعب البديل يبقى لاعب بديل يعني على سبيل المثال من الممكن بعد مباراة لكوموتيف الذهاب ومباراة اليوم مشوف الناس أنه ديبالة هو أفضل لاعب قادم من الدكة أوكي خلي على الدكة المباراة الجاي لا ما منشوفه على الدكة منشوفه لاعب أساسي على حساب هكوائين طيب هكوائين كلاعب تيجي بيجي من الدكة بيكون رائع المباراة اللي بعدها منشوفه أساسي وديبالة هذا التغيير المستمر بصراحة زي ما بنحكيه باللغة العامية عجق الدنيا حتى الآن إحنا مش عارفين نشوف المنظومة الهجومية اللي بيعتمد عليها اليوفي هذا الشيء أثر على اللاعبين أنفسهم أثر على المنظومة الهجومية أثر على خط وسط الفريق مش عملنا منشوف النجاة الهجومية المنتظرة من اليوفي الشيء الغريب اليوم والمعيب باليوفي إنه على الكلام اللي إحنا ذكرناه قبل قليل إنه الميلان لو كان الميلان بده يهاجم المفروض نشوف إنه الميلان بيرفع الرتم وبيهاجم أو بيهاجم بهجمة مرتدة بناء على الخطة الدفاعية المحكمة في لقطة أنا ما نشرت عن الخطة الدفاعية للميلان اتكلم عنها كمان احنا نشوف هذا الميلان كيف نشوف الكرة على الجهة اليسرى ونشوف في عنا ثلاث لاعبين بمواجهة الثلاث لاعبين من المشاكل اللي بتحصل باليوفي اليوم لقبل دخول ديبالا وكوستا انه مواجهة لاعب للاعب ما منشوف فيه افضلية للاعب اليوفي سواء كريستانو رونالدو لابنتا كور لما تويدي ما في عنا غير كوادرادو على الجهة اليمين وديبالا وكوستا لما يشاركوا هذا شيء جدا مهم هذا شيء بريح الفريق المنافس احنا نتكلم الآن على الجهة اليسرى ثلاثة مقابل للثلاث والفرصة او الهجمة ما بتكتمل فيه نشوف انه يعني التفوق الفني مش موجود عند لاعبين اليوفي الآن هذا الشكل اللي بدافع فيه او الاغلب الاوقات اللعب فيه الميلان منحكي تقريبا عن تسع لاعبين هذا الفريق لما بده يهاجم بهجم بهجمة مرتدة المفروض وتكمن خطوطه بالهجمة المرتدة الشيء الغريب ونرجع للموضوع المعيب لليوفي انه الميلان بيبني الهجمة وهجمته بطيئة وبيوصل لمرمى اليوفي نفس النقطة اللي تكلمنا عنها في مباراة ليكوماتيف وهذا دليل على سوء شكل الفريق بالتحول من الحالة الهجومية للحالة الدفاعية على الرغم من وجود متويدي اليوم وقام بأدوار جدا مهمة هجومية ودفاعية على الرغم من وجود بنتاكور الآن ما في ضغط يمارس أثناء عملية التحول منشوف اللاعبين بيركذوا للخلف كلهم مرة واحدة بيركذوا للخلف بدون وظائف دفاعية محددة الآن بالمناطق الخلفية بيكون الدفاع هو دفاع منطقة ولكن بالمناطق الأمامية في مرات خطط هجومية موجودة عند ساري هذا الكلام انه في حال فقدان الكرة سرعة استرجاع الكرة وانت بتضغط على اللاعب هذا منشوف ايش المان تمان التحديد اضغط على هذا اللاعب اضغط على هذا اللاعب ما عمالنا منشوف في مهارة مفقودة باليوفي بصراحة من لاعبين الوسط ولاعبين المهاجمين وهي مهارة دفاعية توجد بلاعبين الوسط اكثر منها توجد بالمدافعين اللي هي التنبؤ بحركة الكرة وقطع الكرة احنا بسميها قطع الكرة اللي بيجي انك انت بتقطع الكرة من مسارها بحركة الكرة وهذا الشيء دائما قبل المباريات بيكون مرتبط بالتحضير للفريق المنافس الفريق المنافس كيف بيبني الهجمة على مين بيصعد ببناء الهجمة وبيصير قطع مش شايفينه هذا الكلام باليوفي ابدا مشكلة كريستانو رونالدو كريستانو رونالدو ما بعرف اذا الكلام اللي بيطلع انه مصاب انا بستبعد انه موضوع انه مصاب لانه للمباراة الثانية بيطلع والزعل واضح حتى اللاعب المصاب ما بيدخل هيك ما بسلم على المدرب اعتقد انا بنذكر انه ما سلم على المدرب ما بقدر الوم ساري على اخراج رونالدو لانه في النهاية ساري بيهمه نتيجة وبهمه اداء بدير رونالدو سجل هدف في مباراة لكم اتيف بدير رونالدو سجل هدف هاي ضغوطات بتزيد على رونالدو الان طبعا رونالدو هو نجم كبير اوكي من الممكن يزعل عصب يطلع ينضغط ولكن في النهاية رونالدو بيرجع افتقدنا حتى كمان في المشاكل انك انت كيف دك تستفيد من كريستان رونالدو وانت معدل الكروس عندك معدل الكرات العرضية عندك قليل جدا بالنسبة لليوفي مقارنته مع الموسم الماضي بيرنارديسكي بمتاز بقدم دقيقة بارسال الكرات العرضية وقدم الموسم الماضي قدم دور بهذا الشيء ممتاز جدا ولكن خلف المهاجمين حتى الان احنا مش مقتنعين فيه ووجود ديبالة حتى لما يشترك ديبالة بكرا بنشوف ديبالة امام بيرنارديسكي ديبالة بتكمن خطورته خارج منطقة الجزاء ديبالة خلق شيء انا تكلمت عنه قبل قليل اللي هو التفوق الفني لاعب بده لعبين يحصروا بده لعبين عشان يستلموا منه الكرة هذا الشيء اللي مش موجود ولا بلاعب باليوفي سوى موجود بديبالة موجود بكوستا وإكوادرادو على الجهة اليمين منحكي مبروك لجماهير اليوفي ومبروك لجماهير الميلان اللي أداء فريقها اتحسن في الأون الأخيرة المرحلة اللي بمر فيها الميلان جدا صعبة مدرب جديد نتائج سيئة وبنفس الوقت مبارات صعبة مباريات صعبة كلها يعني لعب لاتسيو قبل لاتسيو روما الآن يوفي الأسبوع القادم نابولي جاوز هاي المرحلة وبعدها بصير الحكم على الميلان أفضل وأفضل هيك بنكون وصلنا هاي حلقتنا ما تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب بتفعيل جرس تنبيهات كان معكم طلح أحمد من صفحته موقع وقناة تكتيكات كرة القدم إلى اللقاء